نظم النادي الدبلوماسي أمسية شعرية جسدت قصائدها حب الوطن والقائد المفدى حيث تغنى الشعراء في قصائدهم بالقائد المفدى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وبالمنجزات الحضارية والتعريخ العماني العريق وما تشهده السلطنة من معالم تعكس جوانب مختلفة في شتى النواحي الاجتماعية والثقافية والدينية ومنابر العلم وشهدت الأمسية حضورا من المثقفين والأدباء ومتدوق الشعر رعى فعاليات الأمسية معالي عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية أتصيد بأنوان كذوة الفخر التليد أستشاعرا ولكني أستشعر المشاعر ولي